فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض طب هنا ما قالش ولا يطعم إنما خد بالك من الكلمة يا خبر على القرآن حاجة عجيبة ولا يحض على طعام المسكين الحض يعني الحس يعني التشجيع يعني النصيحة يعني الوصية يعني المعلومة أنت عارف مسكين وأكلته بس ما انتش ضامن أن يقدر حد يديله لأن الناس فاكره غني الناس فاكراه عنده فلوس لا ممكن يكون عنده مرتب موظف مثلا ممكن يكون عنده مرتب إنما عيانه كتار المرتب بتاعه مش مكافيه فتوش يا عم ده عنده مرتب يا أخستاذ العبرة ليست بما يملك العبرة بما يكفي أقول تاني أقول تاني العبرة ليست بما يملك العبرة بما يكفي بدليل إن في صورة الكهف بيقول أما السفينة فكانت لمساكين مساكين عندهم سافينة فبالله عليك بقى لو قلت لك إن دول مساكين حتصدق إزاي وهم عندهم أصحاب سفينة تبتقول لي مساكين إزاي عندهم سفينة عددهم كبير ملك السفينة الدخل بتاعها مش مكافيهم فبقول أما السفينة فكانت لمساكينة يعملون في البحر فوصفهم إنهم مساكين رغم إنهم يمتلكون ولا لا يمتلكون يمتلكون ويمتلكون إيه سافينة يبقى العبرة ليست بما تملك العبرة بما يكفي ممكن واحد يكون عنده أسيتس أصول سابتة إنما ما عندوش دخل مدي مش مش لاقي ومش عارف يبيع الحاجة اللي عنده ما تجيش تعاقبه إنه عنده أرض ولا عنده عمارة ولا عنده بيت ولا عنده شقة ومش لاقي يأكل يا خبر على القرآن ولا يحض على طعام المسكين فلازم الإسلام أمر مش بإطعام المسكين بس إنما بنقل المعلومات عنهم أقول تاني بنقل المعلومات عنهم عندك فقير قول لغيرك عشان تنبهه ممكن واحد من أصحابك يكون مستور الحال عنده عزة نفس ما بيطلبش من حد حاجة إنما أنت عارف إنه فقير أو في ورطة أو محتاج فلوس أو عنده حد عين مش عارف يعلجه اللي أنت مطالب حسابك عنيف يوم القيامة لو ما وسطش عليه عشان كده في صورة الفجر برضو بيقول إيه؟ بيقول في صورة الفجر كلا بل لا تكرموني اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين كأن الحض نقل المعلومة عن الفقير مهمة جداً زي إطعام الفقير ومعاملة اليتيم مهمة جداً زي إطعام اليتيم يبقى الآي مش بتتكلم عن الإطعام المباشر وإعطاء المسكين بشكل مباشر الآي بتتكلم على نوعين من معاملة معاملة اليتيم والحض الدعوة أنقل المعلومة عن المسكين ترجمة نانسي قنقر